على وقع تحركات مبهمة الغاية والمضمون للقوات الأمريكية في العراق تتحرك اليد الإيرانية الطويلة محاولة دفع غريمتها الأمريكية خارجا وإفراغ العراق لها بالكامل بعد أن تخلصت من مجمل خصومها وباتت سارية راياتها الصفراء المتنقلة بشرقي البلاد وغربها هي الأعلى حراك نيابي بقيادة الكتل الموالية لإيران وما أكثرها تستهدف كما تدعي الوجود الأجنبية العسكرية في البلاد دون الإيراني بأشكاله المختلفة لكن إشكاليات التحرك الجديد لا تقف عند واقعية أحاديث السيادة ورفض الاحتلال فحسب إن صدقت النوايا بل تعود تدريجيا إلى أصل الصراع الذي يحتل العراق جزءا مهما منها بين الولايات المتحدة وإيران رئيس التحالف الإصلاح صباح الساعد أعلن عن مشروع قانون مقدم للبرلمان يتضمن إلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن مؤكدا أن القانون يهدف إلى إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين في العراق خلال مدة لا تتجاوز العام بالإضافة لإلزام الحكومة بمنع وجود أي قواعد عسكرية أجنبية في البلاد وإذ تجهل حكومة عبد المهدي تفاصيل الوجود الأمريكي عددا ومعدات وأهدافا بحسب النائب علي البديري فإنها أيضا غير قادرة على أن تخطوى مثل تلك الخطوة خصوصا وأنها وضعت مجمل الوجوه السياسية بحرج أمام من أتى بهم وثبت حكمهم بعد الغزو الأمريكي في المقابل لا يرى مراقبون أن لدى واشنطنية لسحب قواتها من العراق خصوصا مع بلوغ صراع النفوذ في المنطقة ذروته بإتمام إيران خطها المنشود الواصل إلى البحر الأبيض المتوسط مارا بسوريا غير أن وكلاء طهران قد لا يضبطون أنفسهم مندفعين كرأس حربة لمرشدهم الإيراني على أراضي تعج بأقدام الخصوم فمن سيدفع الثمن إذا اندلع الصراع ومن سيطلق النار أولا أسئلة طغت على ذرائع الداعين لخروج القوات الأمريكية المنتشرة منذ 16 عاما في البلاد فهل كانوا بغفلة وأفاقوا؟